شايف زي المنتخب الأمريكي هل كان أقصى طموحاته أنه يوصل لدور الستاشر في هدين نسخة من المونديال؟ هو عمل مفاجأة للمنتخب الأمريكي يعني أنا بالنسبة لأنه كنت شعبه أنه هو تأهل عن المجموعة يعني أنا كنت شايف أنه ممكن إيران تسعد في المباراة الأخيرة ولكن المنتخب الأمريكي قدر أنه يعمل جيل كويس بكيادة بوليزيتش نجمة شيلسي أرانسون لعب ليدز في الدور الإنجليزي عندهم جيل من الشباب هما بيهيئوا نفسهم دلوقتي للـ 26 هما يستضيفوا البطولة مع كندا والمكسيك في 2026 فهما من دلوقتي بيتجهزوا الجيل ده هما عايزين أنه بعد كده نبدأ نوصل أدوار متقدمة طبعا بطولة اللي جاءت اللي هي تبقى فرح العمدة دي اللي هي فهم كل الثمانية ربا المنتخب ده شغل عكي يعني فهم عندهم أمل بقى بعد كده أنه نحنا نوصل لأدوار متقدمة في البطولة اللي جاية ونبني الجيل يعني مش شرط إن إحنا نحقق البطولة وما كده كده من عارفين أنهم مش حققوا البطولة ولكن حتى هما المستوى اللي قدموه مبارح ما كانتش أفضل شيء يمكن فرصة واحدة أو فرصين اللي قدموه ده المنتخب الهولندي حتى الجون اللي تسجل دخل عن طريق الصدفة يعني يعني أنا شفت المنتخب الأمريكي ما قدمش اللي يشفع له في التأهل دور الثمانية شايف إزاي المواجهة الثانية؟ أرجنتين أرجنتين مع ميسي بتكسب أستراليا أستراليا فريق ما هواش الفريق المقنع وأعتقد أستراليا ضيعت التأهل على منتخب تونس كم ممكن يأمل حاجة منتخب تونس لو كان مكان أستراليا؟ والمتوى الأرجنتيني استفاد من درس السعودية يعني كان محظوظ بالهزيمة المبكرة أحيانا الهزيمة تكون مفيدة لك يا أحمد أحيانا الهزيمة في بعض الأوقات لو مش مؤزية لو في وقت بدري تفوى الفرقة تفوى الاسلوب اللي بتلعب بيه هو الراجل اكتشف أن هو الاسلوب اللي هيلعب بيه ده مش هيبقى مناسب الأحسن حاجة للفرقة فاضطر النواة النهاردة إنا بنشوف في المباراة الثانية على طول مع بولندا غير خلاص الطريقة كلها أنها هلعب بشكل هجومي هلعب بشكل متوازن مش هفتح الدنيا قوي وحتى في ماتش استراليا مبارح بعد أول شوت تاني طلع الجناح الاشمال وينزل مدافع تايلة لو أوليساندرو مارتينيز مدافع ماتش استراليا نيتد علشان يأمن تجرب من نحن لسه شوت كامل لسه 45 دي ما تضمنش إلي يحصل فيهم لكن الطريقة كلها تغيرت وبدأ يلعب تاني تلاتة وراء اسكلوني مدرب الأرجنتين يقدر لعب تلاتة وراء من أول شوت تاني هو بلعب تلاتة لتأمين الدفاع علشان زي ما قلت لك المفاجآت اللي هي ممكن تحدث أنا لأ أنا عايز أقفل باب المفاجآت تماما عايز أقضي على المباراة من أول دقيقة إن أنا الطرف الأقوى في الماتش وإن أنا الطرف الأعلى مش هستهين بأي منافس تاني لأنه واضح إنه هما لما استهانوا بمنتخب السعودية في الشوت الأولاني وحسوا إنه ممكن الفوز يجي في أي وقت وممكن أنا أكسب في أي وقت وأنا عندي القدرات وعندي الإمكانيات النردل بتشوف ديبالة قاعدة على مقاعد البودلاء الهرتين بتكسب بتشوف اللوتور مرتينيز مواجم الإنتر اللي هو سفاح في الإنتر بيقعد على الدكة وبينزل بدل الفاريس في الشوت التاني طبعا ضيع كتير جدا 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 وعلى ما تستفهم كبيرة على الفرص اللي بتديع المنتخب المرتيني والناس بدأت تعمل كوميك من دلوقتي اللي هو قال لك إيه لو هو ضيع يعني لو ضيعنا البطولة أو ضيعنا تأخذ قدام هولندا هيبقى السبب معروف مش عايزين بقى نتهم ميسي ومش عايزين نلقي على ميسي الرجل عمل مدرات وفي آخر راح ده ده فيه تلات جوان مؤكد لغاية آخر بقى مرة خلاص ميسي أمتشايت هو يعني اللي خلاص بقى نعديه كرة على ضيعها طبعا شوت أنا يمكن تيجي ما جاتش خلاص أكني اديتها لكو ضيعطها فهو بقى بيتعامل مع لوطار مرتينيز خلاص أنا عايزة وعايزة فوقه يعني عايز بيديله كرة واثنين وثلاثة كان ممكن ميسي يشوت فيها لكن قرر نواية دياله وراجل بيضيعها فعلمتها غريبة جدا على مستوى لوطار مرتينيز وراجل عالدكة كمان الأرجنتين هتكتسب كوة إضافية كبيرة جدا في دورة تمانية أبو حميد وهي عودة ديماريا ديماريا كان في شكوك حول مشاركته في ماتش أستراليا الراجل بدأ قالك ما مرضتش خاطر بين بارح فحيبدأ هو أساسي الماتش الجاي فحنتشوف بقى مسلس مرعب جدا ميسي ألفاريز وديماريا هتصور منتخب الأرجنتيني يبقى عنده حظوظ بإذن الله في التأهل لأنه إحنا كمحبين لقرة القدم مش مشجعين الأرجنتين له حاجة ولكن محبين لقرة القدم نتمنى أن الرجل ليوني الميسي ده بأرقامه الأسترية بإنجازاته في الأندية أو مع المنتخب الأرجنتيني أنه يتوج بتركس عالم أنه يستحق ده يعني